ميثاق تنفسي جديد للاستثمار في المغرب من أجل عادة تواهج اقتصاد البلاد في ذل الظرفية الاقتصادية السعبة الميثاق الجديد يسادف تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة خاصة المناطق النائية ومنح محافزات تهدف إلى إنعاش القطاعات الواعدة مؤكداً على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني وبحسب خبراء فإن هذا الميثاق يندرج في إطار روحي وطموح النموذج التنموي الجديد ويهدف إلى تغيير التوجه الحالي الذي يمسر فيه الاستثمار الخاص حوالي سلوثة الاستثمار الإجمالي فيما يمسر الاستثمار العمومي السلوثين هو بلورة لمجموعة من التوجهات التي قدمها النموذج التنموي بحيث سيساهم في خلق رواج اقتصادي بين المناطق المغربية وأيضاً بين مجموعة من المدن ويسعى المشروع إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ سلوثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035 ويمكن للقطاع الخاص اليوم أن يشكل رفع للتنمية في ضل المطاق الاستثمار الجديد بحيث ستشكل مساهمة القطاع الخاص في أفق سنة 2035 بما يقارب الجوج على الثلاثة هو مشروع مهم يسعى إلى اتخاذ إجراءات لدعم المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع والصناعة السيدلانية هذا إلى جانب تدابير خاصة سعى لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة جداً فضلاً عن تدابير أخرى هو تحدي جديد قرر المغرب دخول غماره بالرغم من الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية السعبة تحدي تراهن عليه الرباط لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق رواج تجاري يخفف من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد كريم القرقوري خناة الغد